اشتركوا في القناة خلافات الجمهوريين تطيح رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي أزمة سياسية تعصف بثالث أهم منصب في الولايات المتحدة ماذا بعد سابقة عزل مكارثي عن رئاسة مجلس النواب حراك لبنان داخلي عنوانه أزمة نازحين من سوريا أي مقاربات وزارية وبلدية لأزمة النازحين في ظل الخطوط الأوروبية الحمر وعقوبات قيصر باكستان تمهل اللاجئين غير النظامين شهرا لمغادرة البلاد ماذا خلف القرار إسلام أباد التحرك سريعا في ملف اللاجئين الأفغان وأي تأثير في العلاقات مع كابل في وثيقة اليوم برودة ألمانية فرنسية تسبق لقاء هامبورغ تيليغراف تقول أن تحالف برلين باريس بات أمرا من الماضي ما المؤشرات؟ وفي قضية اليوم غريزون يكشف عن حملة غربية لتلميع صورة الناتو فرض مصطلحات ورقابة إعلامية وعلاقات محرجة مع صحافيين أي تأثير للمؤسسة الأطلسية على أداء الإعلام في الغرب أزمة جديدة تحاصر مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة الأمريكية فلم يكد الجمهوري كيفين مكارثي يوقع اتفاقية الموازنة المؤقتة حتى أطاحه زملائه من صقور الحزب الجمهوري سابقة عزل رئيس مجلس النواب تضع النظام السياسي الأمريكي أمام مهمة لا يستهام بها فمن سيكون رئيس مجلس النواب المقبل؟ هل يستطيع الحزب الجمهوري أن يتجاوز تناقضاته الداخلية؟ أين الغريم الديمقراطي من هذه التطورات؟ وكيف يرقب حلفاء الخارج الأزمة الأمريكية المركبة؟ نتابع ثم نحلل حالة من الفوضى انزلق إليها مجلس النواب بدأت منذ اليوم الأول انتخاب كيفين مكارثي رئيسا له بعد 15 جولة انتخابية ليصل المجلس اليوم إلى الشلل التامة بعد إطاحة مكارثي بإجماع الديمقراطيين مع ثمانية فقط من الأعضاء الجمهوريين الذين تبنوا هذا القرار لأسباب عديدة يتهمنا بعض الزملاء بأننا نغرق مجلس النواب والبلاد في حال من الفوضى من خلال حجب الدعم عن مكارثي الفوضى مجسدة برئيس المجلس نفسه والفوضى هي مسلك شخص لا يمكننا الوثوق بتعهده على الطرف الآخر فإن الديمقراطيين لا يرون في مكارثي محل ثقة لكونه تراجع عن عدة تعهدات قدمها إلى الرئيس بايدن فيما يتعلق باتفاق الميزانية العامة ولم يمنحهم الكثير في قرار الإنفاق الحكومي المؤقت إنها لحظة خطيرة وجادة سيستمر الديمقراطيون في مجلس النواب في إهلاء الأولوية للناس فوق أي اعتبار سياسي ننشد زملائنا الجمهوريين القفز من مركب المتشددين وإنهاء حالة الفوضى والخلل الوظيفي والتطرف نحن جاهزون ولدينا الرغبة للعمل معاً لكن يتعين عليهم الانضمام إلى جهودنا لدفع دفة الكونغرس والبلاد إلى الأمام ومع شغور منصب رئيس مجلس النواب فإن المجلس سيبقى في حالة فراغ تشريعي حتى انتخاب رئيس له ولا تصويت يجري داخل قبته سوى لانتخاب بديل من مكارثي فيما تولى باتريك مكينري رئاسة المجلس مؤقتاً في ظل خلافات مستمرة بشأن معظم بنود الميزانية العامة للبلاد ما قد يزيد المشهد تعقيداً مرحلة حرجة يمر بها الحزب الجمهوري الذي يبدو أنه فشل حتى الآن في تفادي القسامات الحادة ما قد ينعكس بشكل أو بآخر على حظوظ مرشحي في الاتخابات الرئاسية والتشريعية محمد كريم واشنطن الميادين نبقى معك محمد كريم في واشنطن ونسأل ونطيح بمكارثي حدث كبير في الولايات المتحدة ما تداعيات هذا القرار؟ طبعاً بلا شك هذا الحدث الكبير الذي شهدته الولايات المتحدة له أكثر من بعد البعد الأول هو ما هو ظاهر ومعلن وهو الخلاف والسجال القائم ما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي وأيضاً تراجع مكارثي عن التزاماته التي قطعها لتياره ولحزبه الجمهوري أما البعد الآخر ربما وهو البعد الأهم وهو الخلاف الداخلي داخل الحزب الجمهوري نفسه ما بين التيار المتمثل بالقيادة التقليدية والتيار الشعبوي الذي علوانه الرئيس السابق دولد ترامب وهذا التيار بالخصوص كان يحاول انتزاع مزيد من التنازلات من الديمقراطيين في مسألة دعم أوكرانيا اللامحدود وكذلك في قضية ترميم الاقتصاد الأمريكي عبر خفض الانفاق وهذا ما لم يلتزم به مكارثي ولكن ما هي تداعيات هذه المسألة؟ بلا شك فإن هذه المجموعة الصغيرة داخل الحزب الجمهوري في مجلس النواب هي عززت من موقعها أولا ثانيا وجهت ضربة قاضية لكيفين مكارثي وبالتالي هي تتحكم بمفاصل أكبر داخل مجلس النواب وهذا ماذا سيتيح لها في المستقبل؟ سيتيح لها بدون أدنى شك حضوضا أوفر ليس فقط على صعيد التشريعات بل حتى على صعيد الترشيحات لانتخابات التشريعية وكذلك الرئاسية بكر يونس مدير مكتب الميادين في إسلام أباد كيف يمكن أن نصف العلاقة الآن بين الولايات المتحدة وباكستان خصوصا يوم أمس كانت هناك مكالمة مهمة بين وزير الدفاع الأمريكي ورئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم مونير العلاقة حقيقة بين باكستان وأمريكا ليست على الوضع الذي تريده أمريكا بشكل خاص هناك توتر حقيقة في العلاقة بدأ منذ خروج القوات الأمريكية من أفغانستان حيث لامت الإدارة الأمريكية الحكومة الباكستانية بقيامها بالتعاون كما ترى الإدارة الأمريكية مع حركة طالبان والسماح لحركة طالبان بوصول من أخرى للحكوم وأيضا التعامل مع الجهات مختلفة التي ساهمت في تمكين قوة حركة طالبان في أفغانستان هذا الأمر ترى أمريكا نوعا ما خيانة قام فيه باكستان لحليفها وهي الإدارة الأمريكية لكن باكستان لطالما قالت بأنها تسعى دائما لإيجاد معادلة تسمح فيها في التعامل مع أمريكا وأيضا التعامل مع دول جنوب شرق آسيا لا سيما الصين وروسيا وإيران الأمر الذي ترفضه أمريكا بشكل خاص وتريد دائما أن تكون باكستان دولة موالية لأمريكا وتطبق الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة وهناك لا يبد أن هناك إشكالية في العلاقة حاليا بين باكستان وإدارة الأمريكية وتريد أيضا أن تكون هناك علاقة لا سيما في مجال العسكري بين باكستان وإدراني فيه. محمد كريم. الدعم اللامحدود الأمريكي تحديدا لأوكرانيا كان في فترة سابقة قبل الأزمة الحالية. كان أولوية. هل ما زال أولوية أم تراجعت؟ محمد بالتأكيد أن هناك تململ شعبي داخل الولايات المتحدة من قضية الدعم المفتوح لأوكرانيا. ويبدو أن هذا التململ وصل صداه إلى أعضاء في الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري تحديدا. وهذا ما حصل مثلا مع السيناتور الجمهوري رانت بول. الذي شعر في لحظة من اللحظات أنه يمكنه تثبيت موقفه الذي يرفض استمرار هذا الدعم. ويبدو أنه تمكن من تحقيق ذلك عندما تم ترحيل البند المتعلق بدعم أوكرانيا في مسألة تمويل الحكومة مؤقتا لتفادي الإغلاق لمدة 45 يوما. وبالتالي التيار الذي كان يطالب بدعم أوكرانيا اللامحدود. وتمكن من تحقيق ذلك قبل مكارثي. هل سيحصل على هذا الدعم بنفس الزخم ما بعد مكارثي؟ بلا شك سيختلف الأمر. لأن هناك أولويات تبدلت. هناك رغبة لدى عدد من هذا التيار. بضرورة الذهاب مع الأغلبية. التي ترى أن هناك لا فائدة من هذه المسألة. علما أن هناك أموال بالفعل لدى البنتاجون تمتلك ما يقرب من خمسة مليارات دولار. تم إقرارها قبل أزمة مكارثي وأزمة الميزانية الراهنة. وكما هو معروف أن أوكرانيا تحرق ما يزيد على مليارين ونصف مليار شهريا من المعدات العسكرية. وكذلك من الذخيرة. وبالتالي هناك فترة مؤقتة لهذا التمويل. ولكن ما بعد ذلك لا يبدو أنه سيكون بالزخم ذاته. في عنوالنا الثاني. حيث أزمة النزوح السوري تتفاعل في الداخل اللبناني. مقاربات وزارية وأخرى بلدية لأزمة يرمي الخارج بثقله فيها. فما خطوطها العريضة وما جدواها نتابع ثم نحلل. لن نقبل باستباحة بلدنا وتغيير ديمقرافيته مقابل المال. فلبنان ليس للبيع. هكذا اختصر وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أزمة النزوح السوري في البلاد. لا يمكن أن يقبل لبنان بهذا العدد الكثيف من السوريين ولا يمكن أن يقبل لبنان باستمرار عملية التهريب. إنما لبنان ليس بلد لجوء. لبنان لم يوقع على اتفاقية لجوء. وخصوصا ما يتعلق بالنزوح الاقتصادي. طبعا المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها سوريا هي قد تكون أحد الأسباب التي تؤدي إلى النزوح الكثيف. إنما لبنان عليه أن يطبق قوانينه. لكن هل من إجراءات عملية لإعادة النازحين؟ كله متواطئ طبعا. لشوقت لهلأ عم تعطيه مصاري للمفوضية. عم تقول له تعالى خوض مصاري. أنت فيت مبارح بال21 أو بال2022. عم تعطيه من شو هربان هو؟ العباء الثقيلة لهذا الملف ترهق البلديات وتتفاقم تبعاتها السلبية على البلاد. اليوم فيه أرارات لازم تكون على مستوى الحكومة اللبنانية تأخذ هذه الأرارات. صح البلديات عم تعمل إجراءات ولكن هذه غير رادعة نيائيا. هذه إجراءات يمكن للحد المؤقت. أعداد النازحين باتت تفوق أعداد اللبنانيين في بعض المحافظات ومنها بعلبك الهرمل. تنظيم هو شيء ضروري ولكن الأساس هو عودة النازحين. سواء عودتهم الأمنة إلى سوريا أو ترحيلهم إلى مكان ثالث. أما الإجراءات في المحافظات اللبنانية فتهدف إلى منع الوجود غير القانوني للنازحين. نحن عندنا ما يقارب سدس عدد السكين هو نازحين سوريين. أكيد بترك هذه المسألة كثير ضغط على البلديات على البناء التحتية. في مخالفات كثير عم نحاول قدر المستطاع عن البطا. أزمة النزوح السوري باتت تمثل تهديدا وجوديا للبنان. هذا ما يجمع عليه اللبنانيون في سابقة نادرة في تاريخ انقساماتهم. لكن لا ترجمة لمواجهة ذلك التهديد. لم تتخذ الحكومة اللبنانية إجراءات لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم. فبيروت اكتفت بإجراءات لتنظيم وجودهم. نائية بنفسها عن تسمية من يمنع عودتهم. ويتجاهل الحصار الغربي الذي يدفعهم للنزوح. عباس الصباغ بيروت. الميادين. عباس الصباغ نبقى معك ونسأل هناك إجماع خصوصا فيه داخل لبنان على أنه ملف النزوح بات ملف كبير وخطير. لكن السؤال ما هي الإجراءات العملية الواضحة والمحددة لمجابهة هذا الخطر؟ تحية لك محمد للزمائلين العزيزين والمشاهدين الميدين لك. بطبيعة الحال هناك إجماع في لبنان على أن النزوح السوري يشكل خطرا وجديا. وهذه العبارة سمعناها في السرايا الحكومية خلال جلسة كانت مقررة لمناقشة أزمة النزوح. والمفارق أنه لم يكتب من نصابها الدستوري. لكن هل قامت الحكومة اللبنانية حتى تاريخه بما يتلاسب مع حجم هذا الخطر على الوجود اللبناني ككيان؟ ببساطة نقول لا. فقط الأمن العام خلال السنوات السابقة استطاع تنظيم رحلات طوعية لنحو 480 ألف نازح سوري. لكن توقفت هذه الرحلات بضغط من مفوضية اللاجئين لتابع الأمم المتحدة. والتي كانت دائما تسعى إلى ترهيب النازحين من العودة. علما بأن كل تقارير الأمن العام كانت تقول بأن لم يتعرض النازحون العائدون إلى السوري لأي عمل من أعمال الطيق. لكن الحكومة اللبنانية في نيسان إبريل أعطت مهلة شهرين أسبوعين للمفوضية لتسليم الداتا. يعني أعداد النازحين لم يصار إلى الاستجابة حتى تاريخه. الحكومة اللبنانية لم تشكل وفدا رسميا لزيارة دمشق. لبحث كيفية العودة هناك تهيب في لبنان بكل صراحة من العقوبات الأمريكية وما يعرف بالعقوبات الأمريكية. وبالتالي وزير الخارجية قالها بصراحة هناك منع من الجهات الغربية. وهناك أيضا تهيب من الحكومة ومن غيرها. وبالتالي ليس من إجراءات توازي الخطر الذي يتحدث عنه كل لبنانية. نريد أن نسألك بعد قليل عن هذه الجهات وعن حقيقة هذا الضغط. وهنا نسأل محمد كريم من هو اللاعب والمتحكم خارجيا بهذه الملف أو بهذه الورقة. منذ البداية ملف اللاجئين والنازحين السوريين. أينما كانوا خصوصا في لبنان. هو مركزه في الولايات المتحدة. والولايات المتحدة أعلنت في أكثر من مرة. وعربت عن رفضها تغيير أي تغيير يمس أعداد اللاجئين أو النازحين في لبنان على وجه الخصوص. ولو وحت في أكثر من مناسبة بأنها ستستخدم العقوبات تحت عنوان عقوبات قيصر ضد الحكومة اللبنانية. إذا ما حاولت التحرك وتغيير هذه المسألة. وبالتالي ملف النازحين السوريين في لبنان. هو بالنسبة للولايات المتحدة. هو بمثابة ورقة ضغط على قرارات الحكومة اللبنانية أولا. وكذلك على استمرار محاصرة السورية بالدرجة الأساس في الأمر الآخر. عباس ما تحدث عنه محمد كريم. وأكثر ما موجود من معطيات وأرقام وحقاق حول تدخلات خارجية بهذا الملف النازحين السوريين. إلى أي حد تؤثر تلك الضغوط فعلا. وتعرق العمل الجهات اللبنانية الرسمية. استكمال المقالة والزميل العزيز محمد كريم. فإن الضغوطات أصبحت في العلن. ولم يعد هناك من شيء تحت الطاولة كما نسمى هنا في لبنان الأمريكيون. يتحدثون بصراحة أن لا عودة للنازحين السوريين. كان هناك مبادرة روسية في العام 2018. حضر المبعوث الرئاسي الروسي لفرانتيف إلى لبنان. وقابل رئيس الجمهورية حينها ميشيل عون. وتحدث عن مبادرة. لكن أجهضت هذه المبادرة. طبعا كان هناك خسام سياسي في لبنان. منهم من اعتبر أن هؤلاء النازحون هم الذخيرة بين مزدوجين لمحاربة دمشق. وتبين لهم عكس ذلك في انتخابات العام 2014 و2012. اليوم فوضية اللاجئين ببساطة تقوم حتى مقام وزارة الداخلية. في منح وثائق رسمية وثائق إقامة ومشاكل للنازحين السوريين. تمنع حتى الأرقام. لا تزود الحكومة اللبنانية بعدد النازحين السوريين. استمهلت منذ نيسان أبريل وحتى اليوم ستة أشهر. وثم قالت في الثامن من أبو أغسطس فات بأنها تعد بروتوكولا من أجل أن تبدأ بعملية الإحصاء. وتتشترط بأن لا يتم تسليم هذه الداتا لأي جهة أخرى. هنا واضح الحديث من الأمريكيين خلال جمعية العام المتحدة في الشهر الفات. بأن لا عودة للنازحين. لبنان مكبل. لا قرار جريء سياسي لمواجهة هذا الضغط. الخوف من العقوبات الخوف على مصالح شخصية وتجارية لمن يتبوأ أو بعض من يتبوأ السلطة. وبالتالي لا يستطيعون أن يقول للأمريكي لا. علما بأن قانون قيصر ليس فقط هو حصار على سوريا. فقط مثال بسيط محمد في أبو أغسطس عام 2021. قالت دورثي تشاي بأنها ستسمح باستجرار الغاز من الأردن ومن مصر عبر سوريا. احتفل في لبنان للعام الثاني بهذا الوعد بعد أن استقدم حزب الله المزود الإيراني. وبالتالي هذه العقوبات واضحة. وهذا الضغط الغربي واضح. وهذه ورقة رابحة بيد الغرب للضغط على دمشق وعلى بيلوت التي لم ترتقي بعد إلى مصاف هذه الأزمة الوجودية الحقيقية التي تهدد لبنان. الآن إلى فقرة وثيقة اليوم. في وثيقة اليوم ألمانيا سائمت ألعاب إيمانويل ماكرون. تحت هذا العنوان تكشف صحيفة تليغراف البريطانية عن مسار من الانحدار تسلكها اليوم العلاقات الألمانية الفرنسية. يقول التقرير أن الثنائي الفرنسي الألماني كما سماه الجانب الفرنسي قبل فترة طويلة. أصبح الآن من الماضي. وبات التحالف بين البلدين بلا معنى بالنسبة إلى برلين. الأمر الذي لم تدركه فرنسا إلا في وقت متأخر. في محاولة لإصلاح العلاقات المتردية بين فرنسا وألمانيا يشرع أعضاء في الحكومتين الألمانيا والفرنسية بالتأكيد في عقد لقاءات غير رسمية في هامبورغ مطلع الأسبوع المقبل. ما من شأنه أن يربك الفرنسيين وفقا للصحيفة. وترى الصحيفة أن وصول جيل جديد من الألمان إلى السلطة أضعف الرغبة في الاعتذار عن الماضي. ووسع فجوة سوء الفهم بين البلدين. وزاد مجالات الخلاف. وخصوصا فيما يتعلق بملف الطاقة. الصحيفة ختمت تقريرها بالإشارة إلى أن حرب أوكرانيا أدت دورا في كشف الشقوق التي كانت مغطاة لفترة طويلة في العلاقات الفرنسية الألمانية. في ملفنا الثالث إسلام أباد تمهل اللاجئين غير النظاميين حتى الأول من 22 نوفمبر المقبل لمغادرة البلاد وتحت طائلة ترحيلهم. قرار يشمل مئات آلاف الأفغان. فما أبعاد هذه الخطوة؟ وهل لا تشعل فتيلة التوتر من جديد مع كابول أو كابول نتابع ثم نحلل. بإطار إجراءات تسادف اللاجئين الأفغان عمدت الأجهزة الأمنية إلى اعتقال نحو 800 أفغاني بعد يومين فقط من إعلان الحكومة الباكستانية عزمها على ترحيل وإبعاد الأفغان والأجانب ممن لا يحملون تأشيرات إقامة صالحة وذلك بناء على مخاوف من وجود عناصر إرهابية بينهم. المهاجرون الأفغان غير الشرعيين هم السبب الرئيسي لوجود الإرهاب في المدن المختلفة ولا بد من اتخاذ إجراءات قاسية بحقهم والعمل على إعادتهم إلى بلادهم. الأحصاءات الجديدة أوضحت أن ما يقرب من 3 ملايين و700 ألف أفغاني ليعيشون في باكستان بينهم زهاء 700 ألف يقيمون بطرق غير مشروعة. كما تتهم الأجهزة الأمنية الأفغانة على نحو خاص بممارسة أعمال غير مشروعة إجراءات تؤشر إلى تدهور متزايد في العلاقة الباكستانية الأفغانية. الوضع الأمني سيبقى متدهورا إذا لم يخرج المخالفون من البلاد. نأمل أن تتم العملية بنجاح لما في ذلك من فائدة لباكستان. ولسيما أن معظم عابري الحدود من أفغانستان يمتهنون التهريب. الإجراءات الحكومية لن تكون سهلة. فهناك أعداد كبيرة من المهاجرين الأفغان الذين يسكنون في نحو 54 منطقة وقرية في مختلف الأقاليم الباكستانية. كما ترتبط أسر أفغانية وباكستانية كثيرة بعلاقات مصاهرة إضافة إلى التشابه في اللغة المحلية. ما يجعل البحث عن كل مخالف غاية في الصعوبة. وجود أجانب وعلى رأسهم الأفغان هو أساس التدهول الأمني حسب ما ترى الحكومة باكستانية التي تلقب اللوم على حكومة طالبان لعدم قيامها باتخاذ إجراءات تمنع التسلل عبر الحدود أو أي تحرك يضر بأمن باكستان. بكر يونس سم أباد الميادين بكر يونس ما الذي دفع إسلام أباد إلى التحرك ضد الأفغان بهذه الصورة المتسارعة؟ وهنا أيضا سؤال هل لواشنطن أي دور بذلك؟ حقيقة الإجارة باكستانية رأت بأن الإلفلات الأمني يبدو أنه تسارع بشك كبير في الآون الأخيرة لا سيما وأن هناك عمليات متسارعة تستاذف مصالح العسكرية في باكستان يسمى في منطقة إقليم بشستان ومدينة كوتا الأمر الذي أشعر للدارة الباكستانية بأن هناك بالفعل تحرك غير سليم من قبل حركة طالبان الحكومة التي تقيمها هناك وأنها لا تقوم بالفعل بمنع الجهات المسلحة وعناصر المسلحة من التحرك للأرض الباكستانية والاستهداف للأرض الباكستانية وأيضا استهداف الاستقرار في باكستان طالما طالبت ومحديثا أكدت على نيتها التقدم لباكستان بعمليات موسع أمنية تساند فيها الإدارة الباكستانية وتساعد في الحصول على العقول ومدبر للعمليات التي تسادف المنطق الهامة في باكستان إذن يبدو أن هناك رغبة أمريكية في العودة مرة أخرى للمنطقة وهناك أيضا رغبة أمريكية في أن تكون لها يد في العمليات التي تقوم بها في داخل الأراضي الباكستانية لا سيما في الملف الأمري الذي يعتبر ملف الأصعب الذي توجهه الإدارة الباكستانية عباس صباغ لبنان شهد موجات وإن كانت محدودة إلى حد ما من الهجرة غير الشارعية لكن الآن مع تفاقم أزمة الهجرة هل يمكن أن يتحول البلد إلى منصة محمد من يراقب على أرقام الرسمية التي تصدر عن الجيش اللبناني أو التي يزود نبهها الجيش اللبناني في العام 2019 قبل الأزمة في لبنان هنا أبحرت من شواطئ لبنان 12 مركبا فقط استطاع الجيش اللبناني ضبطها بالكامل عام 2020 أصبح العدد فوق 25 أما عام 2021 وعما دخول ما يسمى قانون قيصر موضع التنفيذ ارتفع العدد إلى نحو 40 مركبا أبحرت من لبنان في العام 2022 هناك 76 مركبا أبحرت من شواطئ لبنان وبالتالي هذا السبب الأول هو اقتصادي معظم المهاجرين غير الشرعيين هم من السوريين ومن ثم اللبنانيين وبدرجة أقل من الفلسطينيين رغم أن في العام 2022 محمد فقط هناك فاجعتان في لبنان في 24 نيسان أبريل في ذلك العام غريق مركب لا يزال هناك أكثر من 40 جثمانا على عم 500 متر قبالة مدينة طرابلس شمال لبنان تحت البحر وفي 22 سبتمبر أيلول الفائت هناك مركب غريقة قبالة ترطوس السورية هناك 100 ضحية وهذا لم يمنع من استمرار موجات الهجرة طبعا في هذا العام لا نعرف إذا العدد ارتفع أم مخفض أم أن هناك ما يشبه التسييل السياسي لضابط الحدود البحرية في انتخابات رئاسية أو غيرها طيب نعود لك بكر يونس نسأل هذه الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال وهذه المسألة تعتبر من المسائل الحساسة على هذه الإجراءات البرلمان القادم أقصد أم كلا هذه الورقة يتم التعاطي معها بشكل أمني يبدأ أن الملف الآن يتعاطى معه بالفعل بشكل أمني هناك غياب كبير جدا للملف الإنساني في هذه القضية لأمم المتحدة عرضت قرار الحكومة باكستانية القيام بإخراج ويعادة اللاجئين مرة أخرى دون أن تكون هناك ضمانات أمنية إنسانية لهذه اللاجئين حركة الطالبان والمتحدة اسم الحركة والحكومة الأفغانية قال بأن ما تقوم باكستان هو أمم مفاجئ لم يكن هناك أي مطالبة قبل هذا من قبل حكومة باكستانية بإعادة الملاجئين الأفغان إلى من أراضيها هناك يبدو ملف أمني شائك في الأرض الباكستانية ويبدو أن هذا ملف الأن أصبح أو بات يؤثر بشكل رئيسي على أوضاع الباكستانية لسيما المشاريع الضخمة التي تقوم بها الصين في باكستان في منطقة بولشستان وأيضا في أقليم السند هذه التطورات تدفع باكستان لاتخذ هذه الأجراءات لكن هذه الأجراءات حتى الآن معارضة بشكل كبير لسيما من الأمم المتحدة ومن قبل الحكومة الأفغانية شكرا جزيلا لكم محمد كريم عباس الصباغ وبكر يونس مشاهدين فاصل ونحل القضية اليوم اشتركوا في القناة تقرير من 130 صفحة يكشف جانبا من خفايا حملة رقابة دولية هدفها لجم الانتقادات الموجهة إلى حلف شمال الأطلسي حثف مصطلحات رقابة على الصحافيين ونسج علاقات محرجة مع صحافيين استقصائيين هي بعض من الأشكال التي تنظمها الحملة الممولة من بريطانيا بحسب موقع جرينزون فهل نجحت؟ ولماذا ينحو الغرب في اتجاه فرض ما يشبه الوصاية أو الوصاية على الإعلام نتابعه ثم نحلل ادعاء الغرب حرية التعبير يسقط في أوكرانيا بعيون الصحافة الاستقصائية حيث يسلط الضوء موقع جرينزون على سقطة للحكومة البريطانية بنشره تقريرا مسربا يوثق حملة رقابة دولية من تمويلها ويقودها مقاول علاقات عامة لقوات العمليات الخاصة الأمريكية يقع التقرير من 130 صفحة ويتضمن استراتيجية أساسية تتمثل في إعادة تعريف المعلومات المضللة ليشمل كذلك النقد الواقعي للجيش الأمريكي وحلف النيتو مع ممارسة إجراءات منسقة للضغط على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الجهات الفاعلة في السوق الرقمية ويوصي التقرير السري بتكثيف التعاون بين وكلات الاستخبارات داخل الاتحاد الأوروبي وشمل التنسيق عملية خاصة أجرتها الاستخبارات الأوكرانية في إسبانيا لاعتقال مدون ومعلق سياسي ناقد بتهمة الخيانة على خلفية مقاربته المنحازة إلى روسيا ففي أحد منشوراته يشير المدون واليوتيوبر أناتولي شاري إلى الدعاءات الغرب توفيره لأوكرانيا كل ما تحتاج إليه للنصر في هجومها المضاد معاقبا أن الولايات المتحدة قالت الشيء نفسه بشأن أفغانستان وهو مضمون يقوض الثقة بالشركاء الغربيين لأوكرانيا وفي منشور آخر يعلق شاري على فيديو تشر عن إعدام القوات الروسية جنديا أوكرانيا بأنه ملفق مؤكدا أن الشخص في التسجيل ليس جنديا بل جرى خداعه ليقول ما قاله قبل أن يقتل وكشفت رسائل بريد إلكتروني مسربة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أرسل طلبات من جهاز الأمن الأوكراني إلى تويتر تضمن الطلبا بفرض رقابة على المدون شاري وصحفي كندي ويحذر التقرير المسرب من استخدام استلاح الغرب بذريعة أنه قد يغذي سردية أن الغرب الجماعي يمارس سيطرة غير مبررة على أوكرانيا وتشير صفحاته الأخيرة إلى أن الاستخبارات الأوروبية يمكنها فعل المزيد بل تنص على وجوب ذلك وعلى حاجتها إلى نهج أكثر توحيدة وعلى الرغم مما يستند إليه التحقيق الاستقصائي فإن مواقع أمريكية رئيسة وجهت إليه انتقادات بسبب ما كشف عنه التقرير المسرب من علاقات محرجة بين أجهزة الاستخبارات الغربية والصحافة الاستقصائية البارزة نبدأ مع مراسل الميادين في لندن موسى سرور ونسأل ما مد ارتباط الحكومة البريطانية بالمؤسسات الفكرية التي تعمل على تضليل الرأي العام على المستويين الداخلي والخارجي الحكومة البريطانية بفعل الانتقادات التي تعرضت لها من قبل نواب ومن تحديدا من لجنة الاستخبارات البريطانية تبين لها أنها ضحية ما يعرف بالتضليل من بعض الخصوم قبل سنوات كانت تصمي روسيا قصما إلى جانب الصين وإيران وبالتالي أنشأت وحدة لمواجهة هذا التضليل وتعمل الحكومة وفق بعض المواقع التي نشرت تفاصيل ووفق معلومات مسربة نشرتها موقع أن الحكومة البريطانية أنفقت نحو 25 مليون جنيه استرليني على بعض المؤسسات الفكرية لهدفين الأول هو لمواجهة التضليل ولنشر الأكاذيب بحسب هذا الموقع وتعطي مثال على ذلك ما يعرف به الأتلانتيك كونسل هذا الموقع الفكري وهذه المؤسسة الفكرية التي هدفها كما يقول بأنها تعمل أولا على كشف التضليل التضليل الموجه من بعض خصوم الدول الغربية وليس فقط من شعوب الدول الغربية فضحها وكشفها وتبيان مصدرها والعمل على استقصال مصادر أو التحدث والطلب من الفيسبوك واليوتيوب على مسح جذور هذه المعلومات حتى لا يتم التلاعب بالرحب نحن هنا أن أسأل قتيبة الصالح بحلل الميادين للشؤون العربية والإسلامية عن هذه الخطة وعن ما يتضمنه التقرير وما المقصود قتيبة بإعادة تعريف المعلومات المضللة كل التحية محمد لك والزملاء والأستاذ المشاهدين بطبيعة الحال التقرير ما يكشفه من خطة هي عبارة عن حملة رقابة دولية أنجاز التعبير جهد استخبارات إعلامية بطواطئ مباشر بين الجهات الاستخباراتية وبعض الصحافة المحسوبة على الغرب أو الغربية بشكل عام بتمويل بريطاني بجهد أمني مباشر من الولايات المتحدة وبالتالي هي عملية استياد إلى حد ما وتحديد جميع المصادر سواء أشخاص أو قنوات ونتحدث هنا حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تبث إلى حد ما سردية أو تعطي معلومات أو تقوم بنشاط لا يناسب السردية الغربية عموما وفي أوكرانيا على وجه الخصوص هذه العملية والخطة تقوم على ثلاثة مستويات كما ذكرنا المستوى الأول هو تحديد استياد هؤلاء الأشخاص وتحديدهم هذا ما يفسر أن التقرير يأتي ب130 صفحة لأنه يتضمن أسماء وحسابات ومعلومات عنها والطريقة التي تعمل بها أو ما تفعل ومن ثم يقوم بإعادة تعريف مفهوم المعلومات المضللة سنتحدث عنه ومن ثم تجمع المستويين الأول والثاني في عملية ضغط على وسائل التواصل الاجتماعي لقمع وكتم إلى هذه الأصوات إلى حد كبير عملية تغيير مفهوم لربما المعلومات المضللة أو التضليل تقوم على أساس واحد وهو توسيع المفهوم واحتكاره بحيث أي صوت لا يناسب السردية الغربية عموما أي معلومة لا تناسبه حتى لو كانت حقيقية هي تقع في إطار التضليل بالنسبة لهؤلاء أمثلة سريعة من التقرير فقد ذكر بعضها التقرير الذي عرضنا أناتولي شاري الناشط الأوكراني الذي تحدث عنه تصور أن التقرير يقول أن المعلومات التي يقدمها شاري لا تعتبر معلومات مضللة في حد ذاتها ولكن منشوراته انهزامية في لهجتها تحث على التشكيك في احتمالات انتصار أوكرانيا قناة تلكرام أخرى يتحدث عنها أنها تتحدث عن أن القيادة الأوكرانية فاسدة وهو ثابت ومعروف وباعتراف حتى القوى الغربية منذر سليمان محلل الميادين للشؤون الدولية والاستراتيجية لماذا ركز التقرير على رصد ومراقبة الانتقادات لحلف شمال الأطلسي في الدول المجاورة لأوكرانيا بالفعل هذا ملفت لأنه مفترض في هذا التقرير وعملية التمويل أن تشمل مسألة أبعد وقطاع أبعد لكل النشاط الذي ينتقد حلف الناتو على المستوى الدولي ولكن حصره في هذه الدول هو ناتج عن الشعور العام بأن الرواية الروسية التي تم محاولة خنق تقديمها للتأثير في الرأي العام القريب من أوكرانيا هو أساس والشعور بأن عملية اهتزاز الثقة بالموقف الأوكراني أو موقف حلف الناتو وسرديتو فيما يتعلق في تبرير استمرار الحرب وفي ضرورة تقديم العون لأوكرانيا أنه قد تتأثر هذه الدول أكثر من غيرها بسبب علاقاتها السابقة مع الاتحاد السوفيتي وبالتالي أيضا وجود هي ميزة بأن هذه العلاقة السابقة أدت إلى أن لا تزال أجزة الاستخبارات الروسية هذا زعمهم لا يزال ترتبط بعلاقات مع بعض الأصوات العالمية إن كان الفردية أو المؤسستية أيضا هناك ارتباط بوسائل الإعلام الروسية التي تم حجبها وأيضا هناك بعض الشخصيات السياسية أو يعني ممكن يكون رجال الأعمال في تلك البلدان ضرورة رصدهم أيضا البلفت أيضا في موضوع المنظمات اليمينية المتطرفة طبعا المنظمات اليمينية المتطرفة ليست مؤيدة لروسيا عمليا ولكنها بسبب انتقاداتها وتبرمها من الهجرة الأوكرانية إلى بلدانها هي تطاع وتصنف بأنها من القوى التي تقدم معلومات تحدث الرواية هنا نريد العودة لموسى لنسأل عن أمر يعني هناك شيء مولا عنه هناك وحدة خاصة في الحكومة البريطانية معنية بالتضليل لماذا أسستها الحكومة البريطانية ما هو الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه لندن نعم نعم يعني بعد موجة الانتقادات التي تعرضت لها الحكومة البريطانية بشأن تعاطيها وتعاملها مع ما يعرف بالدسينفورميشن واتهامها بأنها تتعامل مع البروبوغاندا الروسية حسب مجائف في تصريحات بعض البرلمان على أنها هوت بوتيتو يعني أنها ليس هناك أن المسألة ضائعة وأن ليس هناك أي قسم في الحكومة أو في الوزارات لمواجهة هذا التضليل الإعلامي وبالتالي أنشأت عام 2022 وحدة خاصة لرصد ما يعرف بالبروبوغاندا أو المزاعم الكاذبة كما تقول هذه يعني بتقرير أو كما يقول بيان الحكومة البريطانية وهذه الوحدة تضم أخصائيين من المعلوماتية والتقنيين والمحلليين من مختلف القطاعات من مختلف الوزارات هذه الوحدة تعمل على تقييم التضليل الروسي وإصدار إرشادات لبقية القطاعات الحكومية وحتى الشركات الخاصة لمواجهة الأخبار الكاذبة كما تقول هذه الوحدة يعني لها أهمية كبيرة بتت يعني يعطى لها أهمية كبيرة تعمل على التنصيق مع دول النيتو مع النيتو مع دول الاتحاد الأوروبي ومع المجموعة الاستخباراتية المعروفة بالفايف آيز التي من ضمنها أستراليا ونيوزيلندا وبالتالي هي تعمل ليس فقط على المواجهة المباشرة كما تقول للبروبوغاندا الروسية بل استقصال بحسب الحكومة المزاعم الكاذبة هنا أريد يا موسى أن أعود لقتيبة وأعود إلى جو التقرير لأنه في خلاصته يقدم هذا التقرير القتيبة توصيات كيف يمكن إجازها وعن ماذا تعبر تحديدا نعم محمد قولة توصيات هناك خلاصة أساسية ترد في الصفحة الأولى في الحقيقة وليس الأخيرة وهو حين يعرف إلى حد ما المعلومات المضللة هناك جالبين أساسيين وهما يكملان ما ذكره الزميل موسى هو يعرف هذه المعلومات المضللة وفق اتجاهين المحتوى الحقيقي بمعنى أنه يقر أنه حقيقي ولكنه يستخدم لغة عاطفية أو تحريضية نتحدث هنا عن اللغة وليس الحقيقة أو المعلومة والثاني هي المعلومات التي تتوافق ببساطة مع الحكومة الروسية يعني بغض النظر إن كانت حقيقية أو لا يقودني ذلك إلى الحديث عن ثلاثة خلاصات رئيسية يمكن الخروج منها من توصيات في الحقيقة هذا التقرير هو يتحدث بشكل أساسي ويكشف إلى حد ما العلاقة علاقة المؤسسة الغربية بمواقع التواصل الاجتماع حين يتحدث عن تنظيم وقيادة عمل منسق للضغط على وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة مستوى وجودة الأشراف هذا يعني قمع هذه الأصوات استكمال ما تم كشفه العام الماضي عام 2022 عن حملة يقوم بها الـ FBI لإلغاء حسابات الصحفين أو الناشطين الذين لا تتوافق سرديتهم مع السردية الغربية وبالتالي أيضا هو اعتداء إلى حد كبير على حرية التعبير التي يدعيها هذا الغرب في الخلاصة الثانية في قسم التوصيات وهو تحت تبويب الحكومات الوطنية عفوا يتحدث عن السعي لتحقيق سياسة الصوت الواحد يعني هذا يخرج من حكومات غربية تتحدث عن حرية الإعلام وهنا تتحدث عن سياسة الصوت الواحد وتوحيدها إلى حد ما سنتركها للمشاهدين هذه النقطة ليتفكروا بها إلى حد كبير الخلاصة الثالثة في الحقيقة وهي تركيز التقرير على الطابع الاستخباراتي لن نعلق كثيرا ولكن هذا يقودنا في الحقيقة للتنبيه والتحذير من إمكانية ملاحقة أو مطاردة الأشخاص الواردين في التقرير الصحفيين مثل أروماتي وماكس بلومنثال وغيرهم بمعنى عندما تضع هذا الطابع الاستخباراتي وفي نفس الوقت تقول بأن هؤلاء يشكلوا خطر على سرديتي فكأنك تقول بأنني سأقوم بمطاردهم بشكل أمني استخباراتي في المرحلة القادمة منذر سليمان بالتالي المعركة الإعلامية بين روسيا وحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا من يكسب بهذه المعركة؟ وما هو دور الإعلام الأباركي؟ يعني من الواضح الحاجة إلى مثل هذه التقرير تدل على أن هناك خشية من أن الضخ الإعلامي لحلف الناتو والغرب عموما في هذه المعركة في هذه الحرب أنه يتصدع والدليل على ذلك طبعا أنه في المراحل الأولى تم توصيف الوضع في أوكرانيا وفق الإعلام الغربي بأنه فشلت روسيا في انتصار ساحق وسريع على أوكرانيا وبالتالي هذه الرواية هي التي بدأت بالتسلل إلى موضوع بالإضافة لموضوع شيطنة بوتين شخصيا والتركيز عليه والحديث عن عدم قدرة الجيش الروسي والمشكلات اللوجستية وغيرها وأيضا إمكانية التحرك في الداخل الروسي ضد منطق الحرب هذه الرواية بدأت تتصدع لأنه في الغرب بدأت الأصوات يعني كان على مستوى أصحاب الرأي العام يعني مكونين الرأي أو في موضوع نشر ما يجري من الهجوم المضاد والمشكلات التي واجهت هذا الهجوم المضاد الذي تم الترويج له بشكل كبير إذن في المراحل الأولى نقول بأن الحلف الناتو استطاع إلى حد كبير النجاح وحجب أيضا الرواية الروسية وحجب الإعلام الروسي ولكن الوقاعة الميدانية واستمرار الحرب جعل الأمر مختلفا يضاف إلى ذلك لا تزال الوسائل الإعلام الغربية والأمريكية تحديدا لا تدقق في ما يجري في أوكرانيا مثلا موضوع الفساد داخل الحكومة الأوكرانية يتم التلميح إليه ولكن هناك تشكيك حتى يتم في الداخل الأمريكي أكثر فأكثر باتجاه أنه يتطلب المحاسبة والتطقيق وأن هناك هادر يتم وأن مصير المعركة ليس محسوما لصالح الولادة المتحدة هنا يغفر من هذه النقطة نريد العودة لموسى سرور ونسأل إلى أي حد بالتالي تسهم وسائل الإعلام الغربية تحديدا البريطانية في تضليل الرأي العام وما هو الهدف الرئيس من ذلك بمعنى هل أمور تتعلق فقط بالرأي العام أم أمور أمنية نعم وسائل الإعلام تسهم بشكل كبير في مسألة إبقاء الشعوب أو الرأي العام يجهل حقيقة أو جملة الأكاذيب التي تروج لسيما في الحرب الأوكرانية هناك مقول لرئيس الوزراء الأسبق لو كان الرأي العام يعلم الحقيقة لتوقفت الحرب غدا هذه وسائل الإعلام أغلبها وسائل الإعلام البريطانية على سبيل المثال تستند في مصادرها على سبيل المثال لما يدور الحرب في أوكرانيا إلى مصادر حكومية أو إلى مصادر الحكومة الأوكرانية فضلا عن بعض المؤسسات الفكرية التي ذكرناها قبل قليل وهناك صحف استقصائي تحدث عن هذا الأمر أن هذه الوسائل الإعلام والصحف البريطانية تستند إلى هذه المؤسسات الفكرية التي تمول من الحكومات الغربية لسيما وزارة الخارجية البريطانية ووزارة الدفاع الأمريكية وغير من المؤسسات وقبرى شركات الأمريكية وبالتالي هي لا تتقصى بل تقدم هذه المؤسسات على أنها مؤسسات مستقلة ومحايدة فضلا أن هذه الوسائل الإعلام تحاول شيطنة كل من يدافع أو كل من يحاول أن يتحدث عن السلام وهذا الأمر بات مكشوفا هنا كما تسعى بعض الوسائل الإعلام إلى شيطنة جيربي كوربين على سبيل المثال الذي يعارض الحرب ويطالب السلام بعض المؤسسات ما يعرف بي ستوب دوار كواليشن وهنا في التي تتظاهر ضد هذه الحرب لأن هذه الحرب كما يقولون يعني مناهدوء الحرب أنها تكلف الخزينة أموال طائلة والشعوب بحاجة لهذه الأموال فضلا عن الأضرار الاقتصادية المباشرة لهذه الحرب بالتالي يا قتيبة يعني الذي كشفه أو أكده التقرير ما الذي يمكن أن يؤثر بخصوص الإعلام الغربي عن علاقته بالمؤسسة السياسية والأمنية هو لا يمكن أن يؤثر بشكل من الأشكال على هذا النوع من العلاقة بالتأكيد لكنه يكشف بالأصح هو يؤكد لأن سياق هذه العلاقة طويل جدا وممتد وعميق هو يؤكد بشكل من الأشكال أن المعلومة والحقيقة لم تكن يوما غاية هذا النوع من وسائل الإعلام ولا هذه الحكوبات في النهاية السردية الحقيقة التي يجب أن تسود هي السردية الغربية أو ما يناسب هذا الأمر يمكن أن نأخذ مثالا نذكره الزملاء أيضا ونأخذ أمثلة عن أداء الإعلام الغربي بشكل عام الأمريكي والبريطاني منه على وجه التحديد منذ بدء الحرب في أوكرانيا كان واضحا هذا الارتباط العدوي إلى حد كبير بين وسائل الإعلام وبين المؤسسة السياسية العسكرية الأمنية الغربية هناك نوع من التشابك عملية التخادم إلى حد ما وبالتالي كانت وسائل الإعلام بمثابة سلاح في هذا الإطار كانت جبهة للمواجهة تقرأس حربة بالنسبة لهذا المشروع الغربي إلى حد كبير يمكن الحديث عن الكثير من الأمثلة حتى الآن ما يجري الحديث عنه أو الكشف عنه في وسائل الإعلام هذه عن فشل الهجوم المضاد هو يوضع في إطار الترويج للحرب الطويلة وحاجة أوكرانيا للمزيد من الأموال والتسليح منذر سليمان نريد الختام معك بنقطة تطرق لها قتيبة وهي التوصيات في التقرير التوصيات المقترحة لأنه نقاط مهمة وغريبة على الثقافة الغربية فهل يمكن أن تكون قابل للتنفيذ يعني في بعض التوصيات تتعلق بمحاولة سد الثغرات ما يمكن اعتباره ثغرات بمعنى تطوير التنسيق بين أجهزة الاستخبارات حول الرقابة على الرواية المناهضة للرواية حلف الناتو أيضا بتنسيق الجهود بكيفية مواجهة النشاطات الإعلامية التي تعتبر أنها مؤيدة لروسيا عمليا تطوير تشريعات مشتركة في داخل الاتحاد الأوروبي تضمن عملية تحقيق هذا التنسيق تعزيز المهارات الإعلامية لبعض المؤسسات وإنشاء مؤسسات ومنصات إعلامية أخرى وتبادل الخبرات إذن نجد أنه محاولة إيجاد خاصة فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي أن التقرير يركز عليها لأنها أضحط لها دور أبرز وواسع جدا وفي ضرورة تقييدها وهنا يأتي تنسيق الحكومات مع أجزة الاستخبارات مع أيضا مؤسسات التواصل الاجتماعي والشركات هذه لمحاولة حجب أو تجميد الحسابات التي لا تنسجم مع الرواية التي يقدمها الناتو والتي يبررها شكرا جزيلا لكم منذر سليمان كنت معنا من واشنطن وموسى سرور من لندن وقتيب الصالح في الميادين شكرا جزيلا لكم وشكر موصول لكم مشاهدينا في أمان الله موسيقى اشتركوا في القناة